اتمنى ان يكون في حظر بيع يعني مع احترامي جدا لهذه المبادرة اللي كنا بنطالب بيها والمصريين في الخارج كلهم كانوا بيطالبوا بيع انا كنت اتمنى ان تكون سيارة واحدة للأسرة ويكون في حظر بيع ليه لان انا بدي هنا ميزة لحد صحيح انا محتاجة الدولارات انا فهمة احنا عايزين الدولارات وفي نفس الوقت بندي المصريين في الخارج ميزة مهمة كانوا بيطالبوا بيع فده الاثنين متوازنين مصري جيلها الخزانة جيلها الدولارات والمصري في الخارج يستفيد وينزل سيارة بدون جمارك بالشروط الموجودة كنت اتمنى يكون في حظر بيع ان تكون الفايدة لصالح المصري في الخارج مش تكون لصالح سوق السيارات اللي هيحصل فيه ما اخشى ان يكون تشوه مش زيادة في المعروض